أنا ممكن أقول لك حادثة بس مش عايزة أقولها لا لازم تقول أقولها أقولها يعني قول مالهاش لازم لا لازم تقول والله ماله لازم طالما جيت لازم تقول أنا مستأذنتش ابني عشان أقولها لا معلش انت بو أنا ابني طبيب أسنان ابني طبيب أسنان هتقول أناس ماشي؟ وف أيا دا وعدها دا محترمة ماشي؟ فدخل عليه ولد شاب جميل لابس كله أصفر فأصفر وكفية وكده وكده وهو تحت عليونت وكده بيقول له انت أخبارك ايه وتمام وكده قال له كويس قال له انتوا ايه مشكلة لكم مع حمزة الجملة قال له أصلي قاعد يقول برضو ايه شوية حاجات كده قال له بس هو كده وكده وكده يعني قال له بصراحة احنا سعب نلاقي احنا الألترس الألترس دا محترمين جدا عندنا في الإسماعيلي أولاد في منطهى الروعة بنلاقي بعض من الأشخاص احنا مش عارفينهم بعض كده بنلاقيه وفاجأة يهاجم حمزة فلما تتبعناهم وجدنا ان الولاد دول بيقضوا فلوس ومنعناهم انهم يخشوا تاني من مين؟ ما قالش فقال له يعني خلاص يلا وعالجه وبتاعه قال له ده انت وضح انك بتحب الإسماعيلي وكده وكده قال له يا الحمد لله قال له ثم ديدي تليفونك تبقى تجد احدى المبارات معنا قال له ماشي خد التليفون بيضرب على طوله التروكولر طلع بقى يزرخ في العياد انا ما قلتش حاجة انا ما عملتش حاجة احنا بنحب حمزة الجمل فما تقول ليش انما الالترس محترم اسماعيليا وجمهور النادي محترم كان عندس وسط الجماهير بعض الافراد فانت بتقول لي فيك بعض الافراد لأ الغير معروفين الغير معروفين او المجهولين مجهولين الهوية ومجهولين مين اللي كان بيدفع لهم او الله عشان يماشوا او يجبروك على الرحيل اه او يهجموك هل من المنطق لمصلحة مين الكلام ده لمصلحة اشخاص هل من المنطق هل من المنطق اننا اسماعيلي يقعد في الدور المنتاز والمنطق يقول ان انا كاسماعيلي الاتحادي السكندري اربعة واحد بمجموعة ناشئين اربعة واحد وتسمح في المدرجوات ارحل يا حمزة لأ ده مستحيل ده مش جمهور النادي اسماعيلي اولا يعني البعض منه وبعد كده سكتبت اشتركوا في القناة